بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النوي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب في التقوى عن أبي طريف علي بن حاتم الطائر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمينه ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الحديث حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يخبر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى أتقى لله منها فليأتي التقوى خبره رضي الله تعالى عنه له قصة وهو أن رجلا جاء إلى عدي يسأله الإعانة في ثمن خادم أو ثمن بعض خادم يعني طلب منه الإعانة في ثمن يشتري به خادما أو يعطيه خادما فاعتذر إليه عدي بأنه ليس معه شيء إلا درعه لإلا درعه أو مغفرة يعني آلة الحرب الدرع والذي يغطى به الرأس فلم يرضى الرجل بذلك فغضب عدي لأنه أعطاه شيء لا يستغنى عنه عادة وحلف أن لا يعطيه شيئا ثم رزق الله تعالى عاديا ما رزق فأراد أن يعطيه فذكر في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين أي من أقسم قسما بأن قال والله أو ورب الكعبة أو ما أشبه ذلك من الأيمان بالله أو بأسمائه أو بصفاته أو بأفعاله فرأى أتقى لله منها يعني رأى أن التقوى والأفضل في طاعة الله عز وجل أن يترك ذلك اليمين إلى ما هو أفضل مثل أن يحلف على أن لا يتصدق فيتصدق أو أن يحلف مثلا على أن لا يبر والده أو لا يبر أمه أو لا يصر الأرحام أو لا يكرم جاره أو نحو ذلك من الأيمان التي يمنع بها نفسه مما هو مطلوب منه إما وجوبا أو استحبابا فالأتقى لله أن يأتي ذلك الذي حلف على فعله على أن لا يفعله قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي التقوى يعني فليأتي الأقرب إلى الله عز وجل والتقوى هي طاعة الله فيما أمر به وجوبا أو استحبابا رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه وترك ما نهى الله عن نهيا أو كراهة رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه هذا الحديث قاعدة في الأيمان وقد قرره النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عام هنا فيما إذا كانت ترك لليمين أقرب إلى طاعة الله لكن الحديث أعم من ذلك فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة والله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها خيرا منها بكونها أقرب إلى الله طاعة أو خيرا منها يتحقق بها له مصلحة دنيوية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وقد جار ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن عشرين من الأشعريين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يحملهم في غزوة من الغزوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم وما أجد ما أحملكم فتولوا وتفضوا من الدم ألا يجدوا ما يوافقون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة فآتى الله تعالى رسوله بما أتى من الرزق فأعطاهم خمسا من الإبل فأخذوها ووافقوا النبي في الخروج ثم إنهم لما ولوا قالوا لا نغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين لعله نسيها يعني نسي اليمين التي حلف أنه لا يحمله فرجعوا إليه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فكان ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ومن توجيهه أن الإنسان إذا حلف على شيء فرأى غير ذلك أتقى لله أو أقرب في تحقيق المصلحة فإنه لا يمنعه يمينه أن يفعل الخير كما قال الله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم عرضة أي مانع يمنعكم من أن تفعلوا البر إذا كان البر في مخالفة اليمين فلذلك ينبغي لكل من حلف على شيء ليمنع نفسه أو ليحمل نفسه على شيء وكان الخير في خلاف ذلك أن يترك ما حلف عليه وأن يكفر عنه كفارة يمين ولا فرق في ذلك بين أن يكفر أولاً ثم يأتي الذي هو خير أو أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه يعني لا فرق في تقديم اليمين على الحنث أي على مخالفة اليمين فله أن يكفر أولاً وهذا أفضل ثم يأتي الذي هو خير إن لم يتيسر هذا فله أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه فالأيمان ليست مانعة من الخير وليس من تعظيم الله أن يمضي الإنسان في يمين غيرها خير منها فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأعظمهم تعظيما لله عز وجل ترك لما كان خلاف اليمين هو الأتقى لله عز وجل ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتروك أقل طاعة أو أن يكون المتروك أقل مصلحة يعني يشمل الخير في التقوى والخير في ما هو من مصالح الدنيا وبعض الناس إذا حلف تمسك بيمينه قد يكون هذا تعظيما لله فيكون جهلا ويبين له وقد يكون إصرارا على رأيه وهنا يقال له لا تصر على ما ليس فيه خير فالخير في الرجوع إلى البر والتقوى والخير والصلاح وكفارة اليمين هي ما بيّنه الله عز وجل في قوله فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريل رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا أرزقنا التقوى في الترك والفعل وأعنا على الطاعة في السر والعلن وصلى الله وسلم على نبينا محمد